موسيقى سترس، ضغوطات نفسية، قلق، اكتئاب عم نمرق كلنا بمرحلة صعبة شو بنعمل؟ أولاً خلينا نبلش نعترف انه هيده مرحلة صعبة ونقول هيده مرحلة وبده تقطع خلينا نتذكر شوي شو قدراتنا نقدر نركز شوي حتى يكون عنا مرونة أكتر صعبة بس منقدر، رح نقدر نتخلب عليها شعلتين خلينا نركز على الحاضر كلما كنا مركزين بالحاضر كلما خف علينا شوي السترس والاكتئاب إذا فكرنا كتير بالماضي معقولة نلجأ للاكتئاب وإذا كتير عطلنا هم المستقبل منخفنا القلق كمانا خلينا نقدر نتحرك شوي لأنه السبار بأول لفل الاندورفين يعني أرمون السعادة وكمانا بخفف الكورتزول يعني أرمون استرس جاربوا اظهروا شوي، امشوا، تحركوا وتوجدوا أكتر بالطبيعة اللون الأخضر بيبعت الأمل واللون الأزرق حد البحر بيبعت السكينة شو لا يكون بالموسيقى؟ الموسيقى كمان بتقدر تأثر على الدماغ وتروقه بس أول شي بالموسيقى بلشوا بالحال اللي انتوا فيها يعني زعلينين بلشوا بالموسيقى شوي حزينة لحتى تقدروا تحسوا أنه فيه تعاطف معكم ومن بعضها ضغري التجوا للموسيقى اللي بتحبوها لحتى تقدروا تغيروا شوي بنفسياتكن أهم شي نكتب مشاعرنا كمان قبل ما تناموا لحتى نقدر النام منيح لأنه نوم كتير مهن لحتى نتغلب على السترس كتبوا المشاعر، كتبوا الأفكار ترجمة نانسي قنقر